طلابي طالبات يلا اعطيكم الفعال سيارة. طبعا معكم مستبيوتا العقربة ومدرس مادة الرياضيات الادب والصندوقي على ملصة وموقع وتد التعليم. طبعا اليوم بدنا نحكي عن خطة المكسف. للطلاب اللي ما هو يتبلش نحكي ببداية ستة. يعني اليوم انا بدي اخلي رياضيات اخر اشي. يعني بشهر ستة اوله بنص شهر ستة بغض النظر. طيب اول شغلة. حبيت اقسم لك اياها بطريقة مختلفة شوي. كيف يعني? طبعا احنا بنحكي عن فصل الاول لحال. فصل الثاني لحال. اول شي نيجي للوحدة الاولى. حبايب. الوحدة الاولى اللي هي الاسس واللغارتماس. عبارة عن ست اقسام. راح تحكي لي اقسام يعني كل قسم درس. لا طبعا. يعني مثلا. القسم الاول عبارة عن ثلاث اجزاء اللي هو الدرس الاول. طبعا كل جزء نص ساعة خمس سورتين دقيقة لا يتعدى. جزء. القسم الثاني اللي هو عبارة عن جزء واحد اللي هو الدرس الثاني. القسم الثالث اللي هو عبارة عن الدرس الثالث. عبارة عن ثلاث اجزاء. طبو السادة الرابع. لا. الرابع والخامس هدول مع بعض. هدول مع بعض. عبارة عن الدرس الرابع. يعني قسم الرابع والخامس. جزء وجزئين. ثلاث اجزاء قاعدين بنحكي عن الدرس الرابع. آخر درس وهو القسم السادس. الدرس الخامس عبارة عن ثلاث أجزاء. وآخر شيء راح تلاقي القدرات والأسئلة الكلامية. طيب طبعا هدول مدتهم الوحدة الأولى سبع ساعات. يعني نتيجة نحكي بصح وبصراحة. أنا اليوم حضرت القسم الأول أو الجزء الأول. حلو. حضرت الثلاث أجزاء. الجزء الأول جزء الثاني جزء الثالث. خلصتهم بحل عليهم. بنتقل للدرس الثاني وجزء الثاني. بنتقل للقسم الثالث القسم الرابع الخامس سادس بيوم. ولكن إذا بدك رايحة لعند القسم لعند الرابع تقدر هدول تدرسهم بيوم. طب وهدول هسا بحكي عنهم. اللي بدي إياك تعرفوا إنه كل ما تخلص جزء بتروح بتحل أسئلته. طيب بس أخلصي الوحدة أستاذ هسا بحكي لهم. فزي ما حكيت هدول تقدر تتعملهم كلياتهم من القسم الأول للرابع بيوم. هسا اليوم الثاني تدرس القسم الخامس والسادس والقدرات بالإضافة للوحدة الثانية. الوحدة الثانية عبارة عن أربع ساعة. كلها يات على بعضها قشة لفة أربع ساعة. فأنا هدول بعملهم نص يوم مع مع أي جزء زي ما حكيت مع جزء الخامس أو القسم الخامس والسادس. بطلعوا تقريبا مدتهم هدول تقريبا ساعة ونص. وأربع ساعات خمس ساعة ونص. يعني بيومين بخلص وحدة أولى ووحدة الثانية. طيب أستاذ خلصت الوحدة الأولى. شو أعمل بتروح بتحل أسئلت بنك الأسئلة بتحل اختبار نهاية الوحدة. خلص هيك وبأمورك بتكون شو ما لها تمام. طيب أستاذ لو حلت بنك الأسئلة كافي؟ نعم. حلو؟ طيب. ننجي على الوحدة الثالثة. الوحدة الثالثة عبارة عن أربع أقسام والأشكال الهندسية موضوع والقدرات. 11 جزء من خمس لست ساعة. هدول تعطيهم يوم لحالهم. وإذا بدك أريحك. ادرس الأقسام والقدرات لحال الأشكال خليلو يوم لحاله. يعني عادي لو خليت له يوم لحال بوضبط. يعني احنا قاعدين بنحكي عن يومين. ولو أخت يومين ونص تقدر كمان. يومين. وحدة أولى زائد وحدة ثالثة. حلو. طب الوحدة طبعا إذا بدك يعني قصرت معك عادي تخذ ثلاثة أيام. حلو. باجي على اليوم الرابع بدرس الوحدة الثالثة. اليوم الرابع بدرسيش الوحدة الثالثة. زي ما حكيت مدتها من خمس لست ساعات. اللي هي الأربع أقسام. أربع دروس. بالإضافة للأشكال الهندسية والقدرات. معناته أنا توتل الأيام قاعد بحكي عن أربع أيام بكون خاتم الفصل الأول. مدة مكسف الفصل الأول من 16 ل 17 ساعة. فصل الأول كامل. طب قديم بتضمن لي زي ما حكيت موضوع الأرقام. يعني أنت بتحدده. درست كل شيء بإذن الله فوق 190. طب أستاذ ما درست القدرات؟ ما درست القدرات احنا بنعرف انه في عشرين بالمية من علامة المادة على القدرات. هذا الفصل الأول. نيجي على الفصل الثاني. فصل الثاني وحدتين. تكامل احصاء. نحكي عن ست أقسام اليوم 11 جزء. ممكن يتقسم يوم ونص للتكامل. كيف يعني يوم ونص؟ يعني يوم تدرس فيه أول أربع أقسام والنص يوم تدرس فيه قسمين. اليوم آخر درسين الخامس والسادس. بالإضافة زائد القدرات بطلع مجموحهم ست ساعة. حتى لو اختركتها بيوم تصدقني أحسن لك. يعني لو تركت يوم تحضر فيه المكثف تبع التكامل. تاني يوم تحل بنك أسئلة تحل أسئلة كتاب التمارين. انت مستفيد يعني لو أخدت يومين عادي. طيب. نيجي على الحصاء. الحصاء يوم أكثر منيك حرام. خمس أقسام تسع أجزاء مدتها أربع ساعات ونص. الفصل الثاني كامل بطلع 11 ساعة. احنا بنحكي توتل من 27. المادة كاملة من 27 إلى 28 ساعة. يعني أستاذ من الآخر كم يوم أحط لرياضيات تقدر تحط له سبع أيام. تخدم الفصلين. هذا إذا بدك تكون مرتاح من سبع لثمان أيام مرتاح. بدك تضغط حالي ست أيام بتكون ضاغط حالك ومنجز ومتمكن وحاضر كل شي. طيب. شو بدك تعمل لي هسا انت. بدي أحكي لك شغلة. بإذن الله بتاريخ تمانية وعشرين خمسة. راح نزل لك خرائط ذهنية. بدي اف اللي هو يوم الثلاثاء إن شاء الله. يوم الثلاثاء راح ينزلوا بدي اف على الموقع. ورح ينبعتوا على جروبات الواتساب. تمام? شغلة تانية. تمانية وعشرين خمسة. طبعا نزلت لك انا امتحان لمكثف الفصل الاول. تمانية وعشرين خمسة راح ينزل لك امتحان للفصل الثاني كاملا. يعني بتبانية وعشرين خمسة بكون انا خلص نزلت لك الامتحان ونزلت لك الخرائط الذهنية ما اضل عندك اشي. طبعا راح ينزلوا الخرائط الذهنية على البطاقة وعلى المكثف كمان. وعلى جروبات الواتساب وعلى الفيسبوك. يعني راح ينزلوا في كل مكان مجاني لجميع الطلاب. بالاضافة لامتحان الفصل الثاني راح ينزل على البطاقة وعلى المكثف. بالاخر دايما انت بتحدد كطالب اليوم. اه انا ضايل معي تقريبا شهر. طبعا هذا الشهر قادر انجز فيه. طبعا قادر تنجز فيه بس بلش. وما تحكي لي اليوم كم ساعة ادرس. ما بزبط. انت يومك اليوم هو يوم يعني كل يوم بتضيعه قاد تخسر فيه كتير. فانت ما بزبط تضيع ولا ساعة. مش ولا يوم. ما بزبط ساعة واحدة انك تضيعها. انت اليوم وظيفتك كطالب بهذا الشهر اربع وعشرين ساعة. تمام ساعات نوم. ست عشر ساعة هيدراسك. سواء قاعد تحكي عن رياضيات انجليزية عربي بغض النظر. طبعا ان شاء الله. بس نخلص. يوم الامتحانات رح يكون في لايبات رح اكون معك. بالفصل الاول والثاني. رحالي عن موعيد اللايبات. رح اكون دايما جنبك. كن عثقة. انا كلها التعب. بالاخر بهمني. يوم الامتحان اني اضل معك. حتى باذن الله تروح من امتحانك. تكون. واصل اللي بدك يا. واصل للميتين. ان شاء الله اني ما اكون قصرت معك. واكون فعليا وصلتك للمرحلة اللي تروح من امتحانك. مرتاح ومبسوط. موفقين يا رب. الله يعطيك والف عافية.